هذه أبرز العناوين بسبب يصف انصار وليد راقراقي غاضب من لاعب مغربي خبر عجل وليد راقراقي يعفي حكيم زياش من التدارب لهذا السبب لقجع يساعد وليد راقراقي بمهمة جديدة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس بسبب يصف انصار وليد راقراقي غاضب من لاعب مغربي ذكر موقع سيت أنفو أنه حصل على معلومات تفيد غضب الناخب الوطني وليد راقراقي من دولين مغربيين سابقة تعمد نشر منشور يتحدث فيه عن يصف انصاري وكشفت ذات المصادر أن الراقراقي لم يستسع منشورا نشره مراد حديود على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تعمد فيه الصخرية من يصف انصاري وجاء منشور حديود الذي سبقه اللعب للمنتخب المغربي رفقة ولد راقراقي جاء في وقت ظل الأخير ينوه في الندوة الصحفية الأخيرة التي تلت مباراة تشيلية بقدرات يصف انصاري وقال حديود في منشورها لجنة الفيفا لمكافحة المنشطات تطالب انصاري بتناول المنشطات ويحرص الناخب الوطني ولد راقراقي على دعم جميع لاعبيها بل طالب الصحفيين والجمهور المغربي بدعم انصاري في هذا الوقت بالذات واضف مواضحا سمعوا لو لنصير لما فوزنا على تشيلي اللاعب تيت قاتل يهاجم ويدافع في الوقت ذاته وتبع لقد منع الشيلي من التقدم الى الامام وهذا ما اريد لاعب يدافع ويهاجم وإلى ما ماركاش غادي مارك لعب اخر تجدر الاشارة الى ان حديود يشغل مهمة نائب رئيس الجمعية المغربية للعبين المحترفين بل هو من قدم جائزة افضل لعبين بالبطولة الوطنية خلال حفل جوائز المغرب اواردز خبر عاجل وليد رجراجي يعفي حكيم زياش من التدارب لهذا السبب قام وليد رجراجي مدرب المنتخب المغرب لكرة القدم باراحة اللاعب حكيم زياش مهاجم تشيس الانجليزية خلال الحصة التدريبية ليوم الاثنين وشعر زياش ببعض الالام ما غيبه عن الحصة التدريبية التي اخضت المجموعة مساء امس وسيعود حكيم زياش الى التدارب بشكل عاد خلال الحصة التي سيخضها الاصود مساء اليوم استعدادا لمواجهة البراغوية ضمن استعدادات المنتخب المغربي لنهائية كأس العالم قطر 2022 لقجع يساعد الرجراجي بمهمة جديدة اوكلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مهمة الى سيمون جينغيز عضو الادارة التقنية الوطنية بمتابعة مباراة بلجيكا ضد منتخب الويلز يوم الخميس ضمن منافسة الجولة الخميسة من دور الامم الاوروبية وكشف مصدر مسؤول ان سيمون جينغيز سيقضي اسبوعا باوروبا لمتابعة منافسة المنتخب الوطني بمونديا القطر من اجل اعداد تقارير عنهم لاستغلالها من طرف الناخب الوطني وليد راقراجي ويتابع سيمون جينغيز عضو الادارة التقنية الوطنية مباراة هولندا ضد بلجيكا بابستردام ضمن منافسة الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لدور الامم الاوروبية يشار ان الانجليز سيمون جينغيز يعد الوحيد الذي حافظ على منصبه بالادارة التقنية الوطنية من عهد الويلزي روبرت أوشن هذا ما ركز عليه وليد راقراجي بمركز تداريب ريال بيتيس قبل مواجهة منتخب الباراغوية اجرى المنتخب الوطني مثال احد حصة تدربية استعدادة للمباراة الويلزية التي ستشمعه يوم الثلاثاء بمنتخب الباراغوية وتدخل المباراة التي سيحتضنها ملعب بينتوفي ماريان بمدينة إشبيليا في اطار استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة وركز وليد راقراجي مدرب المنتخب الوطني خلال هذه الحصة تدربية التي اقيمت بملعب الويس ديسول بمركز تداريب نادي ريال بيتيس بمدينة إشبيليا ركز على الجانب التقني والبدني استينفار أمني غير مسبوق بمدينة إشبيليا تأهب لمواجهة المغرب والباراغوية تعيش سلطات مدينة إشبيليا الإسباني حالة استينفار قصوى بمناسبة استضافتها لمباراة المنتخب الوطني ضد المنتخب البراغوية يوم غدنت تلاثاء بملعب بينتوفي ماريان وكشف مصدر الجامع مسؤول أن الأحداث التي رفقت مباراة المنتخب الوطني ضد تشيلي يوم الجمعة الماضية بعد اقتحام الجمهور لأرضية الملعب بعد نهاية المواجهة دفعت سلطات إشبيليا إلى اتخاذ كافة الاحتياطات تحسب لحضور إعداد كبيرة من الجماهير المغربية ولتفادي التكرار ما حدث في المواجهة السابقة ووضحت ذات المصادر أن سلطات إشبيليا قررت تعزز حضورها الأمني بمحوط الملعب لمنع تسلل الجمهور إلى الملعب إضافة إلى تدابر السباق داخل الملعب لتفادي نزول المتفرجين إلى أرضية الميدان وينتظر أن تشهد مباراة الأصود والباراقوايا حضورا جماهيريا كبيرا بعد الفوز الأول الذي حققه الأصود على تشيلي بهدفين للسفر حمل توقع كل من سوفيان بوفال من ضربة جزاء وعبد الحميد صابيري وخاض الأصود أول حصة تدريبية لهم بعد مباراة تشيلي صباح أمس الأحد بإشبيليا وليد دراجراقي يحقق ثلاث مكاسب مهمة بعد الفوز على تشيلي تعرف عليها حقق وليد دراجراقي المدير الفني للمنتخب المغربي ثلاث مكاسب مهمة بعد قيادته أصود الأطلس للفوز على منتخب تشيلي بهدفين مقابل للشيء في المباراة الويدية التي جمعتهما الجمعة الماضي بمدينة بارشلونة الإسبانيا ويعتبر فوز المنتخب المغربي في أول مباراة دراجراقي كمدير فنية غاية في الأهمية قبل أقل من شهرين على موعد انطلاق نهائية كأس العالم قطر 2022 فإذا للتغيرات التي عاشها الأصود في الفترة الأخيرة وفيما يلي أهم ثلاث مكاسب حققها وليد دراجراقي بعد الفوز على تشيلي والديان أولها استعادة الثقة حيث سيمنح الفوز الذي حققه أصود الأطلس على منتخب تشيلي الكثير من الثقة لللاعبين تحت قيادة المدير الفني الجديد وليد دراجراقي وذلك بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهت للمدير الفن السابق وحيد خلالوزاتش منعكس سلبا على محيط المنتخب المغربي أنداك وتمكن المدير بوليد دراجراقي من استعادة الكثير من التقاب في ضرف وجيز بعد قيادته منتخب المغرب للفوز بالنتيجة والآداء في أول مباراة له كمدير فني لأصود الأطلس المكسب الثاني هو عودة حكيم زياش حيث اتضح جاليا للجميع دخول الدولة المغربي حكيم زياش متوسط ميدان نادي تشيس الإنجليزية في أجواء المنتخب المغربي الأول بسرعة كبيرة من خلال أدائه الجيد في أول مباراة له أمام منتخب تشيلي بعد تراجعه على القرار الاعتزال دوليا بسبب مشاكل شخصية مع المدير الفني السابق وحيد خلالوزاتش وهو ما سينعكس إجابا على المنتخب المغربي المكسب الثالث هو الجماهير المغربية حيث عادت اتقى بشكل واضح إلى الجماهير المغربية مع قدوم المدير الفني الجديد وليد راجراجي وتحقيق الفوز الأول في أول القائل وهو على حساب منتخب تشيلي بهدفين دون مقابل ما سيخدم كثيرا الجو العام لأصود الأطلس خلال نهائية كأس العالم قطر 2022 ويتوقع أن تكون الجماهير المغربية حاضرة بقوة في مونديا القطر لمستندة منتخب بلادها بعد أن عادت الروح إلى أجواء منتخب المغرب وهو عامل مهم لكتبة المدير الفني وليد راجراجي